تتجه المكسيك لانتخاب أول رئيسة بعدما رشح كل من الاتلاف الحاكم والمعارضة سيدتين للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل ورشح الحزب الحاكم عمدة مكسيكو سيتي السابقة كلوديا شينباون في الانتخابات المقررة في الثاني من يونيو المقبل وذلك وفقا لما أعلنه اتلاف حركة التجديد الوطني المؤلف من ثلاثة أحزاب أمس وأعلن تحالف المعارضة الجبهة العريضة للمكسيك الأسبوع الماضي ترشيح السيناتور والمهندسة زوتشيتل جالفيز في الانتخابات الرئاسية وقد تمكنت شينباون من التغلب على خمسة منافسين في حزبها لتصبح مرشحة الحزب